ميار حبت العلم واجتازت مرحلة التفوق رغم بعض الظروف الصعبة التي رافقتها منذ السنة الأولى من ولادتها وأصرت والدتها أن تلتحق بالمدرسة الدولية البريطانية في أربيل نعم من كان أمرها السنة ميار انخطف والدها بالأيام الحروة الطائفية وقعنا ببغداد فترة كانت صغيرة أمرها سنة وحدة لا أفكر بمستقبلها أو شي وبقنا ندور عليه وبقنا نحاول نأمل أن نلقى فد أثر عنه فكرت أجي الأربيل إن شاء الله والحمد لله والشكر نجحت الخطة مالتي ويجينا الأربيل فوقعت اختياري على هذه المدرسة أعتبرها الأفضل أنها الموجودة الأفضل بأربيل هي كامبرج كوين آن والحمد لله من الرابع ابتدائي لحد الآن قال إن ده أصعد درجة درجة أول شيء سبيلنك كونورزيشن رايتنك هاعلموني إياها لهذا أني صرت زينة بالإنجليزي والمعلمات همت زينات كانوا وساعدوني أنك أنت تكون بمدرسة كلهم يحشون إنجليزي يعني قليل أن يحشون عربي وكردي طبعا أنت تعلمت أكو شغلة تاني أزعر على نفسي أنه أنا ممتعلمتها بس الحمد لله قاعد أتعلمها يعني أكو فد مصطلحات موقع هان يعرفها فدأ أتعلمها هاني الحمد لله أتعلم المعاني مانتها أتعلم هواي معاني من الإنجليزي أزعر على نفسي أنه أكثر شغلة تاني ممتعلمها بس أتعلمها مكتوب أهنان كورس بوك مكتوب أهذا يعني ندرس به وعندنا كتاب مملون يعني كتاب مع الحلول مع الهومورك ندرس به أهذا الكتاب إنه بدينا إحنا من الترم واحد بدينا من أهاية من يونت وان كمادنا إلى أحد يونت سفن يونت سفن إنه إحنا أمتحلنا أحد نهاية يونت سفن بدل ترمatic أ Schulter وخلصنا هسا إحنا بدأنا من يونت ايت على الثول ترمات أعتقد رح نخلص في الثلاث يونتات ونمتحن ترم ثاني بعدين امتحنت المثال ونخلصها دخول ميار مدرسة الكامبرت من مرحلة الرابع الابتدائي وكانت والدتها تشعر بالتخوف لعدم اجتياز هذه المرحلة ولكنها ثبتت لها العكس بالأشهر الأولى أنا جداً عانت من اللغة حتى من أروح للمدرسة يشجعوني أقول لهم أنا محبطة يعني مادة تتعلم لغة معرف شنو بعدين ما شاء الله خلال ثلاثة شهر هي تتقن اللغة البريطانية يعني يمكن نساعد هالكادر البريطاني الموجود أشوفها شخصية قوية يعني بالبداية كانت محطمة أطلع لقها قاعدة على الباب شي سوين على الباب أنتظر بابا يعني كان إحنا عدنا بس مشكلة وحدة بأنية تنتظر أبوها وأبوها ماكو والنتيجة أنا أبقى على هالوضعية لا الحمد لله يعني من فكرت بالتغيير اتغيرت أول ما بديت شي أكيد رح تكون صعبة شي أكيد صعبة بس هما سهلونا إياها الكادر التدريسي كل حال زين المديرة كانت زيني شجعونا تعلمت أنا زيني الحمد لله إنجليزي يعني تقريبا أول ثلاثة أشهر هي كانت تعلمت إنجليزي تمام تساعدوني اتولت عديش طموح داخلك كانت عدي طموح أنه أشوف صديقاتي الباقية أنه هما صارهم قبل سنة موجودين بهالمدرسة ليش هما يعرفون إنجليزي واني معرف فردة أتعلم إنه ردة أريدي يعني تكون عندي لغة إنجليزية حققتنا محب ثلاثة أشهر هما همت المدرسات تساعدوني المديرة شون تدقي يعني تنطيني فرصة أمي يعني نقلت من مكان المكان المدرسة المدرسة حتى تبني لي طموح زينة حتى تبني لي مستقبل أحسن من المستقبل باقي الأطفال اللي هما بالمدارسة الحكومية جابتني هنا أنا على هاي المدرسة صف رابع إنه هي تعبد حتى تقدر تدرسني تعبد حتى تلقاء هاي المدرسة تعبد حتى تخلي لي طموح هي مثلي الأكبر القدامي وأنا ده أخذ من تجاربها وشون ده تبني لي طموح للمستقبل وأفكر بمستقبلي ومستقبل أمي ويايا وأدرس شني طبعاً كانت عندي عقدة بالإنجليزي يعني حيل ضعيفة بالإنجليزي حتى بالكل ياتش أنت أقول لأستاذ شون أنجح بس السنة يعني من دخلة ميار أول شي دخلت مع هدلينجوافون يعني ده أقوي إنجليزي حتى أقريها بالبداية لا هي هسا بدت هي تقريني يعني تحكي ويايا شوية بس هي صعب أنا أتفاهم وياها هي تحكي باللكنة الإنجليزية البريطانية فبسريع تحكي ومو حيل أستفاد بس من أدرسها لا قمت أدرس ولد أخويا ولد أختي كلما أنا أدرسهم إنجليزي سنة مصممة إن شاء الله بإذنه تعالى أكمل لها يعني للنهاية حتى لو الراتب مالتي أشي لو أنطي هي خلق لازم أنطي لازم أكمل أريد أريد تاخذ منهج غير منهج يعني إحنا ده نشوف التطور بالعالم اللي صار والناس وين وصلهم الإبداعات الدس صير وإحنا ما نكون إحنا بنهاية المطاف بناء البلد يبدأ من التربية وأي وزارة التربية إذا ما هي تقوم بواجبها يعني شنو المانع يكون عندنا مدارس مثل هاي المدارس أنا أنصح كل الأطفال والطلاب ليهم بالمدارس إن كنت في مدرسة حكومية أو دولية أنت تقدر تتعلم الإنجليزي الإنجليزي يعني لغة عالمية ورح تحتاجها بالمستقبل وبأي جوب يعني بأي شغل أنت رح تشتغله بالمستقبل وفرح أهلك بقى هذا الشيء وتعلم الإنجليزي تحقيق الطموح والصعود إلى سلم النجاح وتجاوز عقبات الحياة هذا ما حققته والدة ميار لابنتها الوحيدة رياض عزيز قناة سامرة أربيد